اشتركوا في القناة احد اقمار كوكب زحال وذلك من خلال القياس الدقيق لتأرجحات انسلاودوس اثناء حركته والتي امكن رؤيتها فقط بفضل الصور العالية الدقة التي التقطتها مركبة كاسيني التابعة لناسا ووصلت مركبة كاسيني الى زحال في عام 2004 ومذلك الوقت ويتلتقط الصور لهذا القمر ومخلال البحث والمقارنة في صور اخذت على مدى اكثر من سبع سنوات تمكن علماء الكواكب في جامعة كورنيل من اكتشاف وجود المخيط لقد كانت هذه مهمة صعبة لطلبت من المراقبة والحساب لسنوات عدة شملت المهمة اشخاصا من اختصاصات متنوعة ولكننا الان متأكدون من صحة ما اكتشفناه كما صرح بيتر توماس بحث في جامعة كورنيل والكاتب الاساسي للبحث المنشور اعتزازات انسلاودوس الفيزيائية دليل وجود بخيطا كبيرا تحت القشرة السطحية والتي نشرت على الانترنت من قبل المجلة لكاروس في الخمس عشر من شهر ايلول الفين وخمسة عشر فعلى الرغم من التنوع الجيولوجي الموجود على اسطح انسلاودوس ومن وجود فتحات يندفع منها البخار بقوة على اسطح القمر وايضا من وجود شقوق تحول ماء بشكل سائل في منطقة القطب الجنوبية على اسطح القمر لان العلماء لم يكنوا متأكدين من وجود محيط يغطيه انسلاودوس تحت قشرة الجليدية عندما تمر المركبة كاسيني من امام انسلاودوس ترسل صورا له عندها يقوم تماثر علماء المساعدون في التجربة بتحديد ما يقارب خمسة الاف وثمانيمائة نقطة تعتبر نقاطا اذا تمازاية طبوغرافية لهذا التابع ثم تعينها يدويا وبدقة بالغة ومع استلام المزيد من الصور ومقارنة اماكن تلك النقاط اكتشف العلماء وجود اهتزاز صغير في حركة التابع ما يقالب عشر درجة وبرغم من صغر ساعة هذا الاهتزاز الا انها كبيرة من نسبة لقمر تتصل نواته الصخرية بسفحه الجليدية بمادة صلبة لذا استنتج العلماء انه لابد من وجود طبقة سائلة بين القشرة والنواة تلك الطبقة اكتف بكثير من الطبقة التي اظهرها التصوير بالاشعة تحت الحمراء القطب الجنومي للقمر كما صرح ماثير تاسكيرينو الذي غادر جامعة كورنيل في الصيف لانضم الى معهد SITE في كاليفورنيا لو كانت القشرة والنواة متصلتين بوسط صلبة فستشكل النواة اعاقة كبرة للحركة لدرجة ان ساعة الاهتزاز سيكون اصغر ما رصدناه ويضيف هذا يثبت ان هناك طبقة سائلة تفصل بين السطح والنواة اما جو بيرنز قميد كلية ايرفينج بورتر شيرش وبروفيسور في الهندسة والفلك في الكلية نفسها فيقول نحن فقط في بداية اكتشافنا مداء ثارة القمر انسلاودوس بفضل مركبات رائعة كمركبة كاسيني وبفضل القياسات الدقيقة تمكننا الان من اكتشاف اشياء لم تكن ممكنة قبل عشرين سنة بالنسبة لكارولاين بوركو قائدة فريق تصوير المركبة كاسيني في معهد علوم الفضاء في كولورادو يبرز هذا العمل مدى تعقد عمليات الاكتشاف العلمية اذ ان القياسات الرئيسية تم اجراؤها جدويا العمليات الهندسية استمدتنا المعرفة الدقيقة لموقع المركبة اثناء التصوير من خلال ملاحقة اشارات المركبة الراديوية واستعمال الصور لتحديد نقاط العلامة المميزة على الصحي التابع انها خطوة كبيرة تتجاوز ما كنا نعرفه عن هذا التابع وهي تظهر نوعية الاكتشافات العميقة التي يمكن ان نوجزها عبر المركبات ذات المهمات طويلة الامد للكواكب الاخرى كما تصرح كارولاين مضيفة المركبة كاسيني كانت مثالية في عمليات الاكتشاف تلك شمل افريق العمل من العلماء اخرين كالعلم رادوان تاجدين بحث في علوم الفضاء في جامعة كورنل جوناثن جوزيف مبرمجون في جامعة كورنل اشتركوا في القناة